السلام عليكم المستمع من نون هاء من اليمن يقول ورد في الحديث من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هل يعتبر الحج بالنظر إلى هذا الحديث مكثرا لجميع الذنوب والعثام التي يرتكبها الشخص قبل الحد أفتونا جزاكم الله خيرا هذا على قولي الياذين قول الأول أنه إنما يكفر الصغير عما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة قوله تعالى إن تجتنبوا ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتك فشرط في التكفير السيئات اجتناب الكبائر ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فالتكفير إنما يتناول الصغير أما الكبائر فلا بد من التوبة ولا يكفرها الحج ولا غيره هذا قول الأكثر ويرى بعض العلماء أن الحج يكفر الكبائر والصغير لعمم الحديث رجع من ذنوبه أو رجع كيوم ولدته مطلق هذا مطلق يتناول الكبائر والصغير وفضل الله واسع لكن على كل حال لا يجوز التساهل في المعاصي والاعتماد على أن الحج يكفرها أو رمضان أو الصلوات الخمس لا يجوز الاعتماد في المعاصي والاعتماد على الرجاء فقط يتوب لله عز وجل ويحسن العمل مطلق مطلق